باتت قضايا المناخ في طليعة اهتمام دول العالم مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وازدياد معدلات التلوث إضافة إلى تحديات أخرى تهدد كوكب الأرض لذلك تبدل المؤسسات الكويتية بالتعاون مع بعثات الأمم المتحدة جهود جبارة للتصدي لهذه الظاهرة وتشارك في قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ فيما تتجه أنظار العالم إلى قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ تركز بعثات الأمم المتحدة العاملة في دولة الكويت على أهمية المشاركة في هذه القمة والدور البارز الذي تلعبه دولة الكويت من خلال مؤسساتها الفاعلة هذا العام الكويت تحضر بقيادتها مؤسساتها في دولة في الجزء رفيع المشتوى من 7 إلى 8 والذي ينقش فيه الأولويات الخاصة بالتوجهات الدولية فيما يخص هذا العام التركيز على تمويل دعم جهود التغيرات المناخية والتعاطي معها يمكن في هذا الشأن الكويت من الدول الذاتة الفرصة الكبيرة في هذا الملف بالذات نظرا لخبراتها الكثيرة والكبيرة من خلال أدواتها المختلفة سواء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أو من خلال منظومة التمويل القوية داخل دولة الكويت للتعاطي مع هذا الشأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تحدي عالمي يستدعي برأي الخبراء والمراقبين تضافر جهود الأفراد والحكومات لمواجهته من خلال إيجاد الآليات الناجعة لذلك تستعرض دولة الكويت ما فعلته وما أنجزته الدولة فيما يتعلق بمقاومة أثر التغير المناخي العالمي والتقليل من الإنبعاثات الغازات في دولة الكويت ونجاحاتها حقيقة في المشاريع وخصوص المشاريع التي تم افتتاحها مؤخرا في القطاع النفطي وفي عدد تأهيل التربة الملوثة في جنوب البلاد بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية فقمنا مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية وهو أحد المشاركين في الوفد الكويتي الرسمي باستعراض المشروع المهم والمبتكر الحالي في مقاومة الغبار المنطلق في جنوب العراق نحو دول الخليج الستة قمة المناخ في شرم الشيخ تشكل محطة تاريخية وفرصة مهمة يلتقي فيها قادة العالم للنظر في آثار تغير المناخ وقضية المياه وموضوعات أخرى باتت تهدد البشرية جيان حبيب تلفزيون دولة الكوي